بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بحضراتكم في الفيديو دوت بنشوف حاجة مميزة جدا فطاير التفاح او الكومترة او الخوخ اي حاجة او مربة او جبنة ولكن ده عملنا الحاجة المميزة جدا التفاح بالقرفة شكل مميز جدا التوريقة المميزة الموضوع سهل جدا يا جماعة مش عايزكم تقلقوا منه ابدا وما اجمل الفطاير وهي الحاجة اللي حضراتكم بتحبوا تتعلموها عايزين نشوف ازاي النفشة الجميلة ديت ازاي الخلطة او الحشوة الجميلة ديت بتاعت التفاح ازاي نقدر نعمل الحاجات ديت ازاي نقدر نستفيد منها ازاي نقدر ننفذها لأولادنا الطعم مورق جميل عجينة لو نفخنا فيها بالطير نقدر ننفذها عفوا معلش دور بارد شوية مفيش حاجة صعبة عليكم ابدا ولا على سطة المصريات تعال نشوف الأول الحشوة بتاعتنا عبر عن ايه بيكون عندي كوباية سكر بحطها على النار زي ما هي زي ما هي كده بتبدأ تتحرق وناخد منها انها تاخد اللون البني بس على نرها ديها بعد ما تبدأ تاخد اللون البني المميز دوت مش عايزة زود عن كده عشان ما اتمررش بيبدأ عندي بنزل اول حاجة بمعلاقة زبدة وابدا اقلب كده بالشكل المميز اللي حضراتكم شايفين ودوت بيكون عندي التفاح طبعا ما قطعه قطع صغيرة او مكعبات صغيرة وابتدي انزل هنا ما بديش مية خالص لانه التفاح بنزل مية كتير اقلب التفاح على السكر والزبدة وابتدي يكون عندي معلقة قرفة لو حبناها ولادنا ما بيحبهاش خلاص لكن احنا قلنا قادي معلقة القرفة هي ان التفاح صديق حميم للقرفة معلقة كبيرة من النشا مع شوية مية ونبدأ نقلب كده على اساس النصوص اللي طلع دوت اللي هو مية التفاح يبدأ يجمد معايا ما يبوش عندي العجينة كده عملنا الحشوة بتاعتنا اللي هي بالسكر المكرمل مع التفاح مع الزبدة حاجة مميزة جدا وحشوة مميزة جدا هفكركم بالعجينة بسرعة زي ما اتفاقنا بس كمية دي كبيرة أو كيلو دي معلقة صغيرة ملح وقادي معلقة كبار زيت ونصف كيلو مية دي جبا استخدامات يا جماعة دي جبا استخدامات هنبدأ نعجل العجينة هتتعجل معايا ممكن بأيديا ممكن من غير العجان الزبدة زي ما اتفاقنا ضروري يكون زبدة نباتي ممكن فيه بيعملوها بجنة دي نجبها من عنده استاذ يسر 012-843-732 عنده المحل في السيدة وفي الهرام الشركة بتاعتنا زي ما قلتلكوا قبل كده بنبدأ ان احنا نفرد العجينة اللي هي كيلو بتاخد مني تقريبا 900 وممكن 800 زبدة اهيلا بيكون بدرجة حرارة الغرفة ودقفل كده زي المنديل ودي عجينة الميل فيه وامرها سهل كده اللي يقولي صعبا ما بتاخدش في ايدي عشر ده علمتها الناس كانوا يتوقعوا ان هم لاي ما يقدروش يعملوها بنبدأ نعملي ما بفردش على طول باخبطها كده بالبوكس تب 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 بالمردنة عشان اوزع الزبدة شايفين ازاي تب 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 كده الدنيا هتمشي معي الزبدة دي تقريبا الميا اللي فيها معدومة فما بتخرجش برا العجينة تماما محتاج افرد ثلاث فردات بس كده فردت مستطيل طويل بالشكل ده وانفط بفرشة دقيق ودي تعملي اشكال كتير واقفلها بالشكل ده الشكل هنا مش واضح شوية هورغولكم المرة الجاية بعد الكده المستطيل وابتدي ان انا افرده مستطيل بالشكل ده كده مستطيل باخبط كده برضه ووزع الزبدة مستطيل طويل دي المرة التانية فضل المرة كمان وخلاص اقام انا ممكن اتاجر في عجلة الملفة بصوا بقفل كده وكده وكده اهو تمام نفضلي يا عم الديق ده عشان ما اعملش عازل واقفل لي كده بس فضل المرة واحدة خلاص خلاص الموضوع قولولي ايه الصعوبة لفيها يعني دي عجلة الملفة الاصلة اللي هيقعد يقول لي عارقات عجين وما بينها زبدة لا يعني خلينا بالشغل الصح عشان خطر بس العجينة تمامة تمامة اتفردت ثلاث مرات بقت جاهزة كده للملفة ببتدي قطعها دوار او بطبقة انا كده جاهز نمامة عندي الحشوة بردت وعندي العجينة طب ما نرمش الكلام ده بصو برجع ارجعه تاني ازاي اهو واعينه في كيس عشان اقدر استخدامه تاني حطي عم الحشوة هي مربط التفاح ما خدتش في ايدي عشر دقيق اهي ننقص بس الحشوة شوية وابتدي اقفل كده ممكن ادهم مية وممكن الاطراف مية او صفار بيض اهو بالشكل ده عشان تقفل معي وابتدي اقفل كده زي القطايف احنا دي ممكن نعملها بشهر رمضان يا سلام لما احشي الكمية اللي عندي كلها خدوا بالكوا الرائل القطايف ده هينفش نفشه هوريه لكوا دروقتي لان الزبدة بتغلي عندها درجة حرارة مية بتطلع البخار تبدأ تورق العجينة وتنطرها من بعضها بعد اما بخلص الكلام ده خالص بيكون عندي صفار بيت سكر يعني ما بدلوش اي حاجة عشان يديني بس الشكل المميز ده عليه فانيليا شايفين الصفار لا اخد مية ولا اخد لبن اهم نقطة ان يكون عليه فانيليا بجيب قطر بلاش قطر هو قطر نطيف للعجين ممكن سكينه رفايعة لو حبين وابتدي بصوا اخدوا بس بعد مدهن مش هعمل التشريحة ديته بعد ندهن مش هتظهر معي بعد مدهن وابتدي من نفس المكان اللي بدأت فيه اخد تشريحة 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 بالشكل دوت عشان تديني الشكل المميز اللي حضرتكم هتظهر دلوقتي بقى حلوة اوي كده الدنيا كده تمام شرحت كل العجين الدنيا تمام الفرن شغال طريقة حرارة مية وتمانين اي فرن مش لازم فرن معين وقاية التشريحة الاخيرة هي بعد مدهن لو قابل لو شرحته ده انت مش هيظهر معي حاجة هنبتدي نرص الكلام ده كله في صاج عندي شايفين التشريحة بتيجي ازاي انا بس عايز اوريركم ايه الوعو اوصل للقاع للحشو جوا انا بعلم بس عشان كل ده هيبدأ يفتح معي جبت الصاج رصد فيه كلام دوت الفرن شغال عندي بيهن معي تقريبا خمسة وعشر دقيقة ما طلعش الكلام ده انا محسوا نستوى وقرمش تماما دعا بصوا في الفرن بصة كده انا لسه ما خلصتش هو باله تقريبا في حدود عشرة دقيقة شايفين النفشة عاملة ازاي بعد خمسة وعشر دقيقة بطلع الفطار من الفرن شايفين المنظر عندي عاملة ازاي شايفين غير كده كان الدنيا هتبقى مختفية يعني ادهن الاول وبعدين اشرح بالشكل دوت اي دي كده عندي الفطار بتاعتنا اي تفاح جوه نبدأ عايز كده اوارلكو نبدأ بعد ما العجينة بردت طبعا تماما ممكن اديها رشة سكر بودرة بسيطة ممكن احشيها اي حشوات جبنة فراخ جامبري زي ما انا عايز نبدأ نرصها كده تطلع مثلا ممكن تطلع لصوص فانيليا زي المهلبية الخفيفة كده تطلع بقى في الفنادق الخمس نجوم نرص الوضع بتاعنا شايفين النفشة ومال الدنيا ممكن قلبة ناخدها لحد مثلا غالي علينا راحين نزوره او حاجة زي كده هنجيب طبق كده عايز اقطع لكم قطعة وورولكو السندويتش ده عامل ازاي شايفين الشكل عامل ازاي شايفين منيجي نقطع بقى بالسكينة ولا خميرة ولا عجين كروسو ولا اي حاجة هتشوفوا توريق عاملة زي عجين منفوخ هوا من جوه عازين نتعلمه والله يا جماع الخطة في نجاحه الزبدة شايفين عامل ازاي من جوه يا رب دايما في العالي لايك وشير للفيديو لو عجب حضراتكم دمتم في رعاية الله ربنا يكرمكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته